السلام عليكم شوانسين. النهاردة ان شاء الله احنا هنكمل مع بعض اللي ابتدين فيه المرة اللي فاتت اللي هو المرة اللي فاتت وقفنا عند الجزء بتاع السكوبينج وعرفنا يعني ايه يعني ايه نقدر نحدد النطاق بتاع الاي ايه بتاعي. اه وقلنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا تولز بقدر استخدمها علشان اقدر اكمل العملية بتاعت السكوبينج دي. وقلنا ان في منها انواع تانية بس احنا هناخد اربع انواع اللي هما والماتريس والنتوركس والكونسلتيشن. اول نوع عندنا منهم اللي هو الشيكلاست. الشيكلاست دي بتبقى عبارة عن اه مجموعة من الاسئلة كده. اه بتخص المشروع مشروع معين. مجموعة الاسئلة دي بيبقى فيها اه كل الامباكت الموجودة اللي ممكن تبقى موجودة معايا. اه بقدر بيها انظم المعلومات بتاعتي وبقى عارفة ايه ايه كل الاسئلة اللي اه ممكن تتسبب فيها او يتسبب فيها الاكتيفيتز وتاعة المشروع اللي انا بعمله ده. اه عن طريق ان انا بيبقى عندي تشيكلاست حاجة زي اللي موجودة قدامنا دي بيبقى فيها مجموعة من الاسئلة. اه كلها ليها علاقة بالامباكتز اللي ممكن تأثر علي. اه يعني مثلا هل هأثر على الموال البيوفية في المكان ده? هل اه هأثر على الهوى في المكان ده? هل هأثر على العمال في المكان? او هل هأثر على الناس اللي حوالينا? وهكذا. اه هتلاقي مجموعة من الاسئلة اللي بنرد عليها. اه وبيبقى فيها اه ان انت يا او يا لأ يعني ياسور نو اللي هو في في اثر مفيش اثر. اه دي حاجة بتعيب الطريقة بتاعت علشان خاطر ما بنقدرش نحدد حجم الاثر اه شكل عامل ازاي يعني هل هو هو في اثر بس الاثر ده اه كبير هل هو اثر صغير? يعني التقييم بتاع الاثر نفسه ما بيبقاش آآ دقيق هو بس انا بقدر اقول انه اه في اثر ولا لأ مفيش اثر. آآ القوام دي طورت بعد كده وبقى ليها ليها حاجة بيتحطي الهويت علشان خاطر تقدر آآ تدي تقييم آآ اكتر شوية للاثر فيبقى يبتدي ابقى عندي وسيلة ابقى فانه اه الاثر ده موجود وكمان بيديني آآ آآ اثر هو كبير ولا اثر صغير آآ آآ تأثيره يعني على على الحاجة دي الامباكت ده القيمة بتاعته او حجمه كبير ولا حجمه صغير آآ التشيكلاست دي بتتعمل عن طريق المؤسسات زي آآ البنوك الدولية او الجهات المختصة آآ يعني مش انت كصاحب مشروح هتروح تعمل وتقدمها لأ يبتبقى حاجة حاجة معدة مسبقا لانواع لانواع المشاريع وبتبتدي تشتغل عليها عندي مشكلة كمان في اللي هي ما بقدرش اعرف لو انا عندي اثر هيأثر على اثر تاني آآ بحيث ان هم مع بعض هيعملوا كمبينيشن كده ويبقى اثر اكبر او هيرتبطوا بعض بطريقة ايا كانت آآ لا انا في للأسف ما بقدرش اعرف ان في اثر ممكن يؤثر على اثر تاني من الطرق عندنا هي اللي هي المصفوفات آآ هي من اكتر الطرق المستخدمة في عملية التقييم للأثر البيئي آآ عن طريقها انا بقدر اعرف ايه الانتر اكشنز اللي حصلة ما بين الاكشنز بتاعة المشروع والانفرنمينتال برامترز اللي عندي والكمبوننت بتاعة البيئة آآ عن طريق ان انا ببقى عاملة لست كده لكل الاكتفتز اللي عندي للمشروع وبعمل لست تانية لكل الانفرنمينتال كمبوننت الموجودة وبالتالي ببتدي احط واحدة منهم في آآ بحطها كده زي واحدة منهم بتتحط على واحدة تانية بتتحط على وبنبتدي نحط بقى ما بينهم وببتدي اقول ان ده لي بتاعته كزا بتاعه تأسيره كزا آآ ببتدي اقول كمان الكل اللي عندي خلال عمل مرحلتين مرحلة في الانشاء ومرحلة لما بعد مخلص يعني دلوقتي مثلا هعمل مصنع فانا عندي آآ في مرحلة انشاء المصنع وبعد كده في مرحلة تشغيل المصنع طب العملية بتاعة الانشاء انا هأثر عليها في وقت الانشاء انا هعمل معينة كل اكشن من دول لتأثير على البيئة طيب الحاجات دي تأثيرها ايه بدرسها وبدرس كمان بعد ما خلاص انا خلصت المصنع وعملت ابتديت شغل بقى فيه فعملية نفسها هأثر بقى على البيئة برضو بايه لان اوقات ممكن يكون المشروع نفسه آآ مش هيأثر على البيئة وهو شغال بس في وقت بتاعه هيبقى بتاعته اعلى فلازم اخد في اعتباري الاتنين آآ الميزة بتاعت الماتريكس ان هي بتبقى سهلة يعني بسيطة بسيطة وسهلة لما بتشوف الماتريكس دي هتقدر تحدد بسهولة ايه الامباكت اللي حصله عندك وحصله نتيجة الايه آآ بس العيب برضو اللي بيبقى فيها ان هي مش بتقدر تحدد الامباكت اللي بتأثر على بعض يعني زي ما قلنا برضو انه عندي امباكت هيأثر على الاتنين مع بعض هيعملوا مع بعض كده ويعملوا تأثير اكبر فلا برضو هي مش بتقدر تحدده او مش بينفع نعمله فيها حاجة كمان ان انت لو لو مثلا هتحط بديل لحاجة لو انت بديل لأكشن معين في المشروع فانت مش هينفع آآ تحط الامباكت بتاعت البديل ده على نفس الماتريكس لأ انت لازم الواحدة تانية تبقى في حالة البديل كزا يبقى انت هتستخدم كزا في انواع كتير منها موجودة علشان خاطر آآ نقدر نكمل عملية اليو اي 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 طبعا بتختلف على حسب المشروع على حسب طبيعة المشروع آآ في من اشهر المصفوفات المستخدمة يعني هي مصفوفة اتعملت باسم آآ ليوبولت آآ المصفوفة دي معمولة للحاجات الانشائية للحاجات اللي هو كل ما يخص الانشاء كل ما يخص الانشاءات المصفوفة دي من اكتر الحاجات المستخدمة فيها آآ اكتر من ميت اكشن للبروجيكت فيها اكتر من ميت اكشن للبروجيكت موجودين على الهوليزونتل اكسس وفيها اكتر من آآ او فيها من الثمانية وتمانين آآ آآ دا فبناء عليها هي تعتبر آآ دقيقة جدا فبناء عليها بتقدر تحدد او آآ تعمل تقييم كويس للاثار اللي عندك من خلال المشروع بتاعك. المصفوفة اللي عندنا زي ما قلنا عندنا على الهوليزونتل اكسس هتلاقي كل الاكشنز بتاعة الكونستركشن وكل الاكشنز بتاعة الاوبريشن وعلى هتلاقي كل الانواع بتاعة كل الانفرنومنتل آآ اللي عندي آآ وهنا اللي في النص بقى هيبقى الجزء بتاع تأثيرها. ممكن يبقى بشكل زي كده اللي هو هاي وميديوم ولو اللي هو آآ التأثير الاكشن دا على الاكشن دا هيبقى هاي تأثير الاكشن دا على الالمنت دا هيبقى ميديوم تأثير الاكشن دا على الالمنت دا هيبقى له وهكذا او الاصلية بقى اللي هو بولد الاصلية آآ الحاجة فيها بالطريقة دي ده كده بتاعة البروجيكت وهنا الانفرنومنتل كونديشنز طبعا هي اكبر من كبه كتير احنا منتكلم في في سامبل علشان خاطر تبوا فهمين الدنيا ماشي ازاي دي كده الاكتابيتيز ودي كده الانفرنومنتل آآ المنت اللي عندنا آآ كل اكشن من دول هتلاقيه مثلا بيأثر على واحد ما أسطرش على اتنين أسطر على تلاتة أسطر على اربعة فبأي اكشن من دول هيأثر على المنت من هنا بيبتدي تعمل علامة السلاش الموجودة هنا دي اكتابيتي اتنين اثر على واحد اكتابيتي تلاتة اثر على واحد وعلى اتنين وعلى تلاتة فهنروح عاملين الخط المايل السلاش المايلة دي والحاجات الفاضية دي اللي هو الاكشن ده مش بيعمل حاجة في الجزء بتاع في الالمنت ده من الانفرنومنت آآ فهاجي بعد كده خلاص انا حدلت كده كل الاكشن آآ بيعمل على ايه هي بعد كده عندي رقم فوق وعندي رقم تحت الرقم اللي فوق ده بيبقى الحجم بتاع الاصر يعني الاصر ده آآ كبير فهتديله عشرة الاصر ده صغير فهتديله واحد رقم من واحد له عشرة على حسب الاصر ده حجم كبير ولا حجم صغير تحت بقى في الحتة دي بيبقى في حاجة تانية اللي هو اهمية الاصر ده الاصر ده مهم جدا آآ ولا الاصر ده مش مهم ممكن اخفاله على حسب آآ اهمية الاصر ده ببتدي قدي رقم برضو من واحد لعشرة على حسب اهمية الاصر ده بيدخل معايا بقى هو الاصر ده هيبقى محلي ولا اقليمي ولا هياثر على العالم كله القيمة الاصر ده وطبعا كل ده بيرجع للخبرة بتاعة الاستشاريين او اللي شغالين على آآ عملية التقييم بتاع الاصر البيئي. الطريقة الثالثة عندي هي النيتوركس النيتوركس دي هي آآ يعني شكل اللي هو الشكل الدياكريم اللي هو حاجة شبه كده آآ اللي هو بيبقى كل بيعرف لي كل انا هعمله هيأثر على كذا وهيأثر على كذا وهتلاقي بقى هنا كل المترتبة على بعض آآ موجودة وبين لك ان هي مترتبة على بعض وهتلاقي آآ كل المترتبة على بعض موجودة هتلاقي ان لما يبقى فيه اتنين اتنين امباكت هيبقوا موجودين مع بعض وهيجيبوه لك هيعملوا ويجيبوا الامباكت الزيادة بتاعهم ده هيبان لك كل ده بيبان فيه الطريقة بتاعة آآ النتوركس بس للأسف هي بيعبها ان هي بتبقى معقدة جدا بتبقى محتاجة خبرة كبيرة علشان خاطر تتعامل آآ ومش سهلة على العين ان انت تقدر تفهمها او مش سهلة في العموم ان انت تقدر تفهمها لان هي بتبقى معقدة آآ بطريقة كبيرة آآ كمان المشكلة فيها ان هي بتحتاج خبرة كبيرة علشان خاطر تتعامل وفي المشاريع الكبيرة بتبقى الموضوع ففعلا بيبقى اصعب بكتير لان انت بيبقى عندك بقى عوامل كتير دخلة معاك فالموضوع ده بيبقى آآ اصعب آآ في التنفيذ آآ آخر حاجة هي الكونسنتيشن اللي هي الاستشارات او ان انت تقعد بقى تستشير الناس الجهات المختصة وتستشير الناس المتضررة من الموضوع والناس المهتمة بالبيئة وتبتدي تاخد كل الاحتمالات الموجودة اللي ممكن تبقى موجودة عندك آآ بس دي مشكلتها طبعا ان هي بتعتمد على انت بتعتمد على استشارات وناس فممكن يدخل معاك عوامل ما تبقاش قوي وممكن آآ يبقى في عوامل ما تقدرش تاخدها لان هي ممكن تبقى مش ظهرة آآ ويعني طريقة مش مش دقيقة قوي مش بتبقى آآ محبزة يعني. بعد كده فانا ببتدي اجمع الديتا بتاعة البيز لاين كونديشنز. البيز لاين كونديشنز زي ما اتفقنا قبل كده هو الحالة الطبيعية او الوضع الطبيعي القائم دلوقتي لكل الجوانب البيئية للمكان المحيط للمشروع بتاعنا. يعني انا هعمل مشروع في المنطقة دي فبتدي ادرس كل الجوانب البيئية اللي عندي والمجتمعية والاقتصادية لكل الجوانب الحوالية المحيطة بمنطقة المشروع. آآ ببتدي اجمع الديتا دي ازاي? ببتدي اجمع الديتا دي عن طريق سيرفيينج عن طريق آآ ان انا باخد عينات للحاجات اللي ينفع تتقاس زي بتاعة الهوى او الكوالاتي بتاعة التربة قادر اعرف المواد الجو فيها فين اللي هي كل الحاجات اللي ينفع آآ آآ اقسها آآ بعمل سيرفيينج باخد استشارات الناس الحوالية بشوف التأثيرات آآ التأثيرات على الناس عاملة زي بعمل انترفيوهات مع الناس يعني بقابل الناس وببتدي اشوف رأيهم ايه في او ايه الوضع اللي هم شايفينه قائم وبتدي نجمع الديتا دي علشان خاطر آآ اقدر آآ علم بكل الديتا بتاعة الوضع الحالي للمنطقة دي الجزء بتاع بيبتدي مع بداية المشروع المفروض ان انا اول ما بدخل بقى ابتدي خلص انا عملت بعد طبعا انا عملت ببتدي بعمل والسكوبينج ده ببقى حطيت النقط او حددت النقط اللي انا عايزة آآ اعمل عليها عايزة آآ احددها وهي دي اللي هدرسها فبناء انا عليه ببتدي اعمل بقى انا حددت الحاجات دي في ببتدي بارلليها ان انا ابتدي اجمع طيب انا ليه بجمعها آآ لسببين اول سبب ان انا ببقى عايزة اعرف الديتا دي آآ الشكل البيئة حوالي عمل ازاي ايه العوامل اللي موجودة فيها علشان اقدر اقيم انا لما هاجي آآ اغير انا كده هغير في كونديشن شكله عمل ازاي فهقدر اعرف انا انا هقصر تأثير كبير هقصر تأثير قليل على حسب البيتلاين نفسه شكله عامل ازاي يعني ممكن اكون هعمل هعمل مشروع في منطقة اصلا قريدي متعرضة لتأثيرات كبيرة فاي تأثير صغير انا هعمله هيبقى بالنسبة للمنطقة دي هيبقى تأثير كبير فلازم ابقى عارفة المنطقة اللي انا هقصر عليها دي آآ الحالة بتاعتها البيز بتاعها قدي عشان اقدر اقيم الاثار بتاعتي انا على المكان ده تاني حاجة علشان خاطر بعد ما اعمل المشروع وابقى حددت الطرق بتاعت التخفيف او الطرق بتاعت ان انا اقلل بتاعت المشروع بتاعي على البيئة وابقى قلت انا مسلا هقلله لكزا فابقى اقدر بعد كده في المتابعة اعرف هل انا فعلا عملت ده ولا انا ما عملتش ده اقدر اقيم الطرق اللي انا حددتها علشان خاطر آآ اقلل بتاعتي آآ اخر حاجة علشان خاطر دي برضو بتبقى عملية آآ مكلفة فانا بابقى بدور على الحاجات بس اللي انا عارفة ان هي هتعمل آآ آآ هي العوامل اللي انا هقصر عليها فهي دي اللي انا ابتدي اجيب لها علشان ما اجيبش دايتا تكون آآ زيادة فحاجات انا اصلا مش هقصر عليها او حاجات انا اصلا مش محتاجاها فهبقى ضيعت وقت وهبقى صرفت فلوس آآ على حاجة مش محتاجاها. المرحلة اللي بعد هي مرحلة المرحلة دي هي اللي بيحصل فيها ان انا ببتدي آآ اتوقع الاثار اللي هتحصل وابتدي اقيم الاهمية بتاعتها آآ على البيئة او الهمية بتاعتها على المنطقة اللي انا فيها. وده يعتبر يعني الكور بتاع الانفرنومنتل اسسمنت اللي هو آآ ده كده اهم حاجة في عملية التوقعات بتاعت حجم الاثار اللي انا هسببه او حجمه ونوعية الاثار اللي انا هآ هصر بيها على البيئة اللي حولي. آآ طبعا التوقع بتاع الاثار ده بيبقى مبني على الانفرنومنتل بيزلاين آآ دايتا اللي احنا كلمنا عنها من شوية لسه بنقول ان احنا هنجمعها آآ فبناء عليها ببتدي احدد الاثار بتاعت دي الكمية بتاعتها ايه وتأثيرها شكل وعامل ازاي يعني بعرف تأثيرها بعرف آآ كميتها بعرف اهميتها آآ في التأثيرها على البيئة. نيجي بقى هنا نتكلم على بتاعتها ايه هي الصفات بتاعت اول حاجة عندي حاجة اسمها آآ اللي هو ده بيعبر عن شدة عن شدة التأثير. التأثير ده هل هو هيعمل لي آآ الاثار بتاعه هيبقى ولا هيبقى يعني هل الاثر اللي هيحصل على الجزء ده هيبقى قابل التخفيف وقابل ان هو آآ يرجع تاني للوضع الطبيعي ولا هو هيبقى اللي هيحصل لا يمكن هقدر ارجعه تاني لوضعه الاوليني. آآ فكده ده ده كده الشدة بتاعت الامباكت. وما اقدرش اقول ان الامباكت ده آآ الماجنيتيوت بتاعه عالي لو انا هقدر اخفف الامباكت ده. لو انا هقدر اخففه يبقى الماجنيتيوت بتاع الامباكت ده مش عالي مش هواي. طيب تاني حاجة بتاعت الامباكت. آآ ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن القيمة او المقدار بتاع الامباكت. القيمة او المقدار بتاع الامباكت ده بحدده اول ما ببتدي اتوقع الامباكت ده ببتدي اشوفه بالنسبة للجايدس اللي عندي اللي هو اهم اهم جايدس او كريتيريا عندي بتبقى اللي جاية من القوانين والتشريعات والاتفاقات المتعارف عليها. آآ يعني الحاجات بيبقى متعارف على كده وبيبقى متعارف على قوانين بناء عليها بنقدر نحدد القيمة بتاعت اهمية ده. آآ عندي كمان حاجة اسمها ده اللي هو ده هيؤثر على الحد فين? يعني هل هو هيؤثر على بس ولا هيؤثر على آآ اجزاء بعد يعني هيؤثر على آآ اريا او مساحة اريا عاملة ازاي? عندي كمان بتاع بتاع ده اللي هو آآ المدة بتاعت تأثير الامباكت. المدة بتاعت التأثير. هل المدة دي هتبقى كبيرة ولا هل المدة دي هتبقى صغيرة? وده في خلال كل عمليات المشروع لحد مخلص المشروع للاخر والجزء بتاع بتاعه. آآ ممكن جدا ان المدة بتاعت تبقى مختلفة عن المدة بتاعت يعني ممكن يخلص بس يفضل مكمل. آآ طيب بقدر اعرف بتاعت الامباكت دي او الامباكت ده بقدر اقول عليه ان هو ياما شورت ترم ياما ميديوم ترم ياما لونج ترم. لو انا عندي الامباكت ده هيفضل موجود من تلات لتسع سنين ده بيبقى شورت ترم. لو آآ بيبقى من عشر سنين لعشرين سنة ده بيبقى آآ ميديوم ترم. لو انا عندي اكتر من عشرين سنة فده كده بيبقى لونج ترم امباكت. عندي كمان حاجة اسمها و اللي هي هما حاجتين طبعا مرتبطين بالعملية بتاع اللي بتحصل لأي هيحصل زي ما بالظبط لما بتاخد دوة يبقى هو هدفه ان هو يعمل حاجة وفي نفس الوقت بيبقى ليه اللي هو ممكن يعمل كذا او ممكن يعمل كذا ده نفس نفس الفكرة اللي هو انا بعمل ده في فهتسبب بطريقة مباشرة لان انا ادور مثلا التربة بس بطريقة غير مباشرة فانا هدور الموالجة وفي ايه فممكن تبقى عندي لو بعمل لها ممكن اقول ان انا عندي وعندي عندي حاجة كمان اللي هي اللي هي نفسه او التأثير نفسه هيحصل له على مدار الوقت عن طريق ان انا بعمل الاكشن ده زمان ومستمرة مثلا عملته بعمله دلوقتي ولست هعمله في المستقبل فكل ده بيبتدي يعمل تأثير تراقومي يعني التأثير بتاعي بيفضل يكبر على مدار الوقت اللي انا بعمل فيه الاكشن ده آآ عندي كمان البوزيتف والنجيتف افكت زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي اثار بتبقى اثار كويسة وفي اثار بتبقى اثار سلبية الاثار البوزيتف المفروض ان احنا ما نهملهاش وده السياسات متجهة لي ان هي بتضغط على الصحاب المشاريع علشان خاطر يبتدوا يدوروا ازاي يبقى عندنا اثار ايجابية للبيئة والسوشيال والكل الجوانب البيئية زي ما اتفقنا آآ عشان خاطر نبقى بنقدم حاجة افضل عندي حاجة اسمها اللي هو زي ما كنا بنتكلم عليها اللي هو الامباكت يا اما آآ يا اما ده اللي هو التأثير الدائم اللي انا ما اقدرش ان انا آآ اغير فيه او ان انا آآ احسنه آآ طبعا ده بيبقى ما اقدرش اعمل الكلام ده خلال فترة زمنية معينة فا او فترة زمنية معقولة فيبقى بالنسبة لي التأثير ده اثر دائم او ان هو يبقى آآ ففي الحالة دي هو اثر آآ مؤقت والاثر المؤقت ده انا بقدر اعمله آآ او بقدر ان انا آآ اعمل وخفف الاثر ده وآآ اقدر اتعامل معي بطريقة او باخرى فيبقى ده بالنسبة لي اثر مؤقت ازاي بقدر اتنبأ او ازاي بتتم عملية التنبؤ دي عندي طرق كتير بتختلف على حسب الظروف المحيطة بالمشروع بتاعي آآ ممكن آآ اول حاجة ان انا اعتمد على بحيث ان انا يبقى عندي داتا وعندي آآ حكم مهني كده فده بيعتمد على ان انا اللي يعمله يبقى حد حد يبقى عنده خبرة آآ كبيرة آآ حاجة تانية ممكن عن طريق الاختبارات بس الطريقة دي بتبقى طريقة مكلفة آآ الطريقة التانية اللي هي من الخبرات السابقة ان انا يكون اصلا عندي مشروع زي المشروع بتاعي فبالخبرات السابقة ان هو هيأثر على كذا وعلى كذا وعلى كذا في عندنا كمان الموديلز المسيماتيكا الموديلز اللي هي بتعتمد على ارقام وعلى قيم آآ بس الموديلينج لازم يكون معمول كويس جدا ومش يعني ما يخفلش اي حاجة من الاثار اللي هتدخل فيه علشان في الاخر ما يطلع ليش ارر في الموديلينج ففي الاخر يطلع لي آآ نتائج مش مزبوطة آآ فيه كمان ال جي اي اس ممكن نستخدم ال جي اي اس علشان في قطب استخدم بطريقة معينة ووضع خرايط على بعض بطريقة معينة علشان في الاخر يقدر يطلع اللي بتاعت الحاجات دي عليها تبقى شكلها عامل ازاي بعد ما عملنا دي وعرفنا آآ ازاي نقدر نتنبأ بيها فاحنا هنبتدي بعد كده نعمل لها آآ على احنا خلاص عارفنا كمان الخوز بتاعة المؤثرات او التأثيرات فآآ نقدر بقى نعمل تقييم للامباكت دي فنعمل الاساسمنت للامباكت عن طريق ان انا اقارن الامباكت اللي انا طلعتها بالباسلين كونديشنز فقدر اعرف الامباكت اللي عندي دي كا كم وكنوع يعني هي نوعها او وصفها عالي تأثيرها عالي ولا تأثيرها ميديم ولا تأثيرها له والكميات بتاعتها يعني لو انا مثلا هبتدي آآ يعني استخدمت مية في مصنع والمية دي مش هستفيد بيها بعد كده فانا عايزة نميها على شبكة الصرف طب انا الكميات اللي انا هطلعها دي قد ايه لو انا آآ بعمل معالجة والمعالجة دي هطلع منها آآ غزات طب الغزات اللي انا هطلعها دي هتبقى كميتها قد ايه هتأثر على الهوى ازاي فالحاجات اللي بتتقاس كمي والكيف بتاعها اللي هو آآ يعني تأثيرها ايه آآ كل ده انا ببقى بعرفه وبعد كده بشوف ايه الالترنيتفز اللي انا ممكن استخدمها وقارن البدايل دي بالآآ الاساس اللي احنا عليه انا انا مثلا هامشي على واحد اتنين تلاتة طيب انا ممكن احط الاترنيتفز لي استاب اتنين ان هي ممكن بدل ما انا هعمل واحد اتنين تلاتة لأ انا ممكن اعمل واحد واتنين دي اغيرها تبقى بحاجة تانية وبعد كده كامل تلاتة اربعة ببتدي احط بدايل لكل الحاجات اللي بتعملي بحيس ان انا شوف هل لو انا عملت البديل ده هغير في الامباكتس اللي طلعوا معايا ولا لأ آآ وطبعا باخد في اعتباري كل الامبرنومنتل آآ كاراكتر الحوالية والالامنتس الموجودة معايا علشان خاطر اقدر اوصل لافضل آآ افضل تقييم آآ بعد ما ببقى عملت التقييم ده ببتدي بقى اشوف انا هقدر اعمل آآ ازاي بقى ابتدي اقدر ان انا اقلل الامباكتس دي او احاول ان انا آآ اتجنبها او آآ آآ اقلل الاصار السلبية دي بحيس بطريقة آآ بحيس ان انا اوصل لي افضل آآ آآ انفورنومنتل مانجمنت آآ لي الانفورنومنتل مانجمنت سيستم يعني اقدر آآ اعمل بلان يبقى همشي عليه فهوصل لاحسن نتيجة تخليني محافظة على البيئة وما قصرتش تأثير كبير آآ آآ لكل امباكت عندي لكل تأثير سلبي عندي ببتدي احط البدايل لي ان انا آآ اعمل اعمل تخفيف لي ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها عشان خاطر اعمل تخفيف لي الامباكت ده آآ زي ما كنا خدنا بقى في وخدنا في اللي هو الطرق بتاعت التجنب للحاجات دي او القصار دي آآ ببتدي اشوف بقى ايه الطرق بتاعت تجنب كل قصار من القصار اللي موجودة عندي وابتدي اعمل آآ كده وحط الحاجات دي وحط البدايل دي وازاي اقدر اعمل وابتدي اعمل كوست الموضوع وحدد الكوست بتاع كل بديل ودي مرحلة مهمة جدا علشان خاطر بناء عليها ببتدي اشوف آآ افضل البدايل وابتدي اشوف آآ افضل حاجة انا هقدر اختارها علشان بقى وصلت الحاجة آآ كويسة وفي نفس الوقت بكوست مش عالية هنا نقدر نقول ان الابجكتبز بقى او ايه هي الهدف من المتاجيشن الهدف منها ان احنا نلاقي او طرق اللي ان احنا نعمل نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها الاكتيبتي اللي احنا عايزينه من غير ما نبقى بندور البيئة. ان احنا ننهانس بتاعة المشروع على ان احنا نحسن ده. نقلل او نتجنب القثار السلبية بتاعة اللي عندي. وكمان ان انا اتأكد ان الامباكتس دي بعد ما قللتها بقت في الامباكتس اللي موجودة عندي على حسب المكان وعلى حسب المؤسسات المنظمة والقوانين والتشريعات بتاعة المكان اللي انا فيه او المشروع اللي انا فيه. ايه الوسائل بتاعتي علشان خاطر اقدر اعمل عندي اربع حاجات اول حاجة ان انا عن طريق ان انا وانا بعمل ديزاين اصلا اعمل ديزاين بطريقة مزبوطة تقلل لي الاثار اللي موجودة اختار لوكيشن للمشروع يكون بعناية يعني عشان اختار لوكيشن ما يكونش هاي هيتأثر فيه حاجات كتير او ما يكونش هاي يعني اروحش ابني مثلا مصنع في وسط منطقة سكنية فكده انا بعمل للمشاكل اللي ممكن تحصل لي. تاني حاجة ان انا اعمل ان انا ابتدي استخدم حاجات علشان خاطر اه تقلل لي تقلل لي الاثار يعني مثلا ان انا هخرج بمية صرف من مصنع فالمية دي بدل ما هخرج بيها كده لأ انا هعمل لها محطة معالجة فانا كده قللت الاثار بتاعها. مسلا هعمل مصنع هيطلع هيطلع غازات وهيطلع حاجات تعمل فلا انا هبتدي ااخد خطوة علشان اعمل اتجنب وهكذا. اه الحاجة اللي بعدها اللي هو ان انا ارجع اعيد الشيء اللي اصله يعني ده هو انا اه المنطقة تغيرت فابتدي ارجعها تاني زي ما كانت بس دي عملية صعبة جدا ومرهقة ومش في كل الاوقات ينفع تحصل. اه عندي كمان اخر حاجة اللي هو الكمبنسيت اللي هو اه التعويضات ودي بتبقى اخر مرحلة بالجأ لها بس اوقات بنرجأ لها زي مسلا انه اه بنعمل مشروع اه كبري فالكبري ده اثر على الناس اه ان في لازم حاجات تتشيل. فالاو هي شوقة تتشيل او عمرات تتشيل. فعشان نعمل كده فبنتطر ان احنا نعمل تعويض اه مثلا زي تعويض مادي للناس علشان خاطر نقدر نكمل المشروع. فده طريقة من الطرق بتاعة الماتيجيشن. عندي بقى حاجة كمان اسمها الانفرنومنتل مانجمنت بلان. الانفرنومنتل مانجمنت بلان اللي هي اليم بي دي عبارة عن اه بلان خطة اه بيتحط فيها مفصلة بيتحط فيها كل انواع التدابير اللي احنا هناخدها علشان خاطر نقلل وآآ نتجنب الاثار التلبية اللي احنا حددناها في المرحلة القبل دي آآ بمجرد ما بحددها بحدد الامباكس اللي عندي ببتدي اقول ان انا عندي آآ الامباكس بتاعتي كده وانا هعمل واحد اتنين تلاتة وابتدي احط آآ كل الوسائل اللي انا هستخدمها علشان خاطر اقلل ده بحيث ان انا اقدر اشوف انا في حالة الاوبريشن وفي حالة التشغيل انا هبتدي انفذ الكلام ده ازاي فلازم يبقى معايا او لازم يبقى حضرت حاجز معها الامبرنومنتل مانجمنت بلان علشان اقدر اشوف انا هتجنب وهقلل الامباكس اللي عندي دي ازاي بحيث اني اقللها اتجنبها خالص او اقللها ايه بقى المكونات بتاعة الاي ام بي الاي ام بي زي ما قلنا من شوية هت لازم تبقى فيها كل التدابير اللازمة لعملية بعد محددنا الامباكس بتاعتي فانا حددت طرق لي وبعدها في الاي ام بي لازم يكون محددها ومحددة كمان التكنيكال بتاعة التدابير دي يعني هتحصل ازاي بطريقة كمان ببتدي اشوف او بيبقى موجود عندي السياغة الكاملة لعملية المرقبة هتحصل ازاي يعني انا لازم اتابع انا عملت اجراءات فالاجراءات دي انا هتابعها ازاي طيب هتابع ازاي دي تشمل حاجات اللي هو زي مسلا انا ايه البرامترز اللي انا محتاجة اقسها هقسها فين هاخد هاخد كل اد ايه ايه اللي انا هشتغل عليها اللي هي كل اد ايه يعني الارقام اللي هتطلع لي دي انا هقارنها بارقام ايه 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 الارقام اللي انا مفروض ابتدي اه ابقى كده تمام او لأ عشان اقدر احدد انا كده ماشية الموضوع او ببتدي التدابير اللي انا اقضيها او الاحتياطات اللي انا اقضيها ماشية بالطريقة صح ولا بيحصل معايا حاجة غلط اه ببتدي كمان اه ده بيساعدني ان انا اعرف لو في حاجة غلط فمحتاجة اعدل ايه او هعمل ايه علشان خاطر اقدر اقيم البروغرس بتاعي او التقدم بتاعي في العملية بتاعة نفسها اه ماشي معايا ازاي والريزولت اللي طلعة معايا ابتدي اقيمها وبتدي اعرف انا محتاجة حاجة زيادة ولا لأ فدي عملية لازم لازم تبقى موجودة وكل بتاعتها لازم تبقى موجودة في اليم بي اليم بي كمان بيبتدي حطلي اه يبقى فيه لكل الناس اللي مسلا هتشتغل في الموضوع اللي هيعمل اللي هيبقى اللي هيبقى يعني كل اللي هيعمل اللي هيبقى اللي هيدرب العمالة كل الناس دي بيبتدي حط لهم عشان خاطر يبقى اه معروف مين هي مين ايه المتطلبات للحاجة دي اه كمان لازم يكون عندي استميت لازم يكون الكوست بتاعت كل طريقة موجودة عندي عشان اقدر اقيم الطرق دي هتنفع وقبل للتنفيذ ولا لأ وطبعا لازم اليم بي تبقى معمولة على المدة كاملة بتاعت المشروع بتاعي يبقى البروجيكت سايكل كلها اه موجودة معايا ومتاخدة في الاعتبارات فيها كل الحاجات او التدابير اللازمة اللي تعملها على مدار المشروع كامل بتاع اللي هو ويبقى عبارة عن الريبورت الريبورت ده بيتسمى اللي هو معظم القوانين الدولية البيئية والمؤسسات المالية والمؤسسات النهاية زي البنوك الدولية اه يعني استقروا على شكل واحد اللي هي بيبقى فيه معينة الكونتينت دي عبارة عن ايه اول حاجة بيبقى فيه ملخص كده عن الموضوع بعد كده بيبقى فيه بتاع القوانين والتشريعات اللي بتخص الموضوع بعد كده بيبقى فيه كل الحاجات اللي بتخص البيئة بعد كده بيبقى فيه للمشروع نفسه بتاعته بعد كده بيبقى فيه تحديد ليه اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية بعد كده بنشوف بتاعت دي وبنبتدي نعمل بعدها اللي هو ايه البداية اللي احنا ممكن نستخدمها ونبتدي نشوف ايه اللي ممكن تتاخد او ايه الحاجات اللي نقدر نعملها علشان خاطر اه التدابير اللي لازم نقلل بيها الامباكس دي بعد كده بيبقى فيه وبعد كده بيبقى فيه اللي هو العملية بتاعة المراقبة بتاعة العمليات التخفيف اللي احنا قررناها في اللي احنا برضو اتفقنا عليها اللي هو اه ادخال الرأي الشعبي او الرأي العامة حواليك فيه الموضوع وبيبقى فيه اللي مستخدمة فيه الدراسة كلها وبيبقى فيه بيبقى فيها بيبقى فيها صور وبيبقى فيها داتا للمشروع اوقات بيبقى فيه حاجات للمشروع مش هينفعت تتنشر للناس كلها اللي هو بيبقى حاجات لها علاقة بسيستم مثلا او بطريقة حاجة فما ببقاش الداتا دي ما ينفعش تبقى منشورة بشكل عام. آآ بيبقى فيه كمان بيبقى فيه الفريق بتاع الاستشاريين اللي قاموا على الدراسة دي اللي هم عملوا الدراسة دي آآ بيبقى فيه لو لو تعمل الحاجات بيبقى فيه للحاجات او آآ صور للقاءات آآ لو تعمل الحاجات دي كلها بتتحط في الابندكس دي تقريبا كده الفريم الرئيسي للـ EIS على آآ مستوى العالم يعني. التقرير بتاع الـ EIS بيبتدي المرحلة بتاعت اللي هي اتخاذ القرار بقى آآ في كل المراحل بتاعت الـ EIS بيبقى فيه قرارات بتتاخد آآ مؤقتة او اللي هي موافقة مبدئية تعتبر آآ فده بيأثر على القرار النهائي آآ التقرير اللي احنا بنعمله او اللي بتعمل بيتتلم بعد كده للسلطات المختصة بيبتدوا يخش الهيكل بقى الحكومي بتاعه اين كان على حسب البلد اللي هو فيها بس في الاخر هو بيروح للهيئة المختصة وبيبتدي آآ يبقى فيه آآ لجان تكنيكل وتبتدي تقيم التقرير ده وتقيم الكواليتي بتاعته وبيبقى فيه فرصة اخيرة انه يعمل الموضوع ويشوف الكومنتات بتاعت الناس على الموضوع ايه وبعد كده بناء على المراجعة اللي بتتعامل دي بيبتدي اتاخد قرار من الجهة المختصة آآ سواء بالقبول او بالرافض او ان هي ممكن تقبل بس ان احنا نعمل على الموضوع بكذا او كذا او كذا آآ لو المشروع لو خلاص ده يعني يتوافق عليه فخلاص المشروع بيبتدي يترخص لو محتاج دراسات زيادة او ترفض فبيبتدي يشوف يقدم الدراسات زيادة او يعمل اللي طلبت منه علشان يقدر آآ يرخص او يطلع الترخيص اللي لازم بتاعته للمشروع آآ لازم طبعا عملية اتخاذ القرار دي تبقى آآ يعني لازم يتتاخد بان هي تبقى آآ فير اللي هي حيادية وتبقى آآ يعني حيادية تبقى يعني فير اناف المدة بتاعت البروسيس دي بتختلف على حسب الدولة وعلى حسب السياسة بتاعت الدولة كل آآ كل دولة بيبقى ليها قوانين وتشريعات وبيبقى ليها مدة محددة آآ بيتاخد فيها القرار ده. اخيرا بعد ما بنخلص كل المراحل بيبقى عندي حاجة اسمها اللي هو المتابعة بتاعة المتابعة البيئية للمشروع. اللي بيحصل آآ في الحقيقة ان احنا خلاص قدمنا اللي هو كان فيه جزء من جواه اسمه اللي هو اللي احنا اتفقنا عليها. المفروض ان هي تستخدم في خلال للبروجيكت اثناء العمليات بتاعة التشغيل بتاعة المفروض ان انا استخدم الاحتياطات والحاجات التدابير اللي احنا خدناها في آآ بس اللي بيحصل للأسف ان اللي احنا كتبناه او اللي احنا عملناه في التقرير والحقيقة في الشو اللي بتبقى آآ ضعيفة خصوصا في الدول النمية اللي هي زي عندنا مثلا هنا في مصر آآ فعشان كده لازم يحصل التشاك ولاازم يحصل فلو اوب من الجهات المختصة علشان خاطر ان نتأكد ان صاحب المشروع بيقدر او بيشغال فعلا بالاحتياطات اللي احنا وافقنا قريدي عليها. الضعف ده بيبقى جاي من ايه? او الضعف بتاع التأثير ده بيبقى جاي من ايه? ده بيبقى جاي ممكن من انه اصلا حصل فيه كثور في من الاول ان هي اتعملت مش كويس ما ما تحط لهاش بتاعتها آآ صح او انه هو يكون الوسائل بتاعة المراقبة اللي احنا حطينها والمفروض انه تكون شغالة وتكون متوفرة آآ ما تعملتش بطريقة صح آآ اخر حاجة ممكن الوقت بتاع المشروع احنا فيه عندنا هنا آآ مشاريع بتاخد سنين فانت بتعمل ايه ايه اول حاجة خالص قبل ما تبتدي المشروع وبعد كده المشروع يفضله سبع تمان سنين على ما يتعامل اصلا فيبقى محتاج لدراسة جديدة علشان كل الظروف اللي حوالي المشروع تغيرت فالمفروض انه كده يتعمل له دراسة جديدة اصلا آآ وده طبعا ما بيحصلش فده بيتسبب في الضعف اللي احنا كنا بنتكلم عليه آآ ففي الاخر ان دي اخر مرحلة المفروضة ان هي تحصل اللي هو ان احنا لازم الجهات المختصة تبقى بتعمل فلو اوب للا للمشاريع وتراجع وتشوف والمفروض ان هي تطبق كمان القوانين يعني نقطة من نقطة الضعف ان ممكن يكون القوانين دي ما بتطبقش فهو اللي عنده حاجة بدل ما زي ما اتفقنا انه لو عنده مية هيرميها على الصرف فبيعمل محطة معالجة لو محطة المعالجة دي بوزت خلاص فهو ما بيعليكش حاجة لانه محدش هيجيله او لو يعني محدش هيتابع معاه فخلاص هو هيرمي المية زي ما هي ويبقى خلاص هو اسلم التقرير وخد الترخيص وفتح المكان بس في الاخر لو ما تعملوش متابعة آآ او ما نزلوش غرامات علشان خاطر يعمل الحاجة دي او آآ يلتزم بالتدابير اللي هو المفروض كان يلتزم بيها فبيتسبب الكلام ده كله في ضعف التنفيذ بتاع الحاجات الاجراءات اللي احنا واخدينها عشان نخفف التأثير للأثر البيئي وده اللي بيتسبب معانا آآ في كل الحاجات دي بتتسبب في ضعف بتاع الاجراءات دي. كده احنا خلصنا آآ الجزء بتاع الاي اي اي كامل آآ فاضل بس من المرة الجاية ان شاء الله هناخد الجزء بتاع الاي اي 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 في مصر هناخد آآ النبزة كده مختصرة عن الموضوع آآ بيتم ازاي عندنا هنا في مصر. كده احنا خلصنا ولو اي حتى عنده اي مشكلة في اي حاجة يبعث لي.